اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة امبارح خدنا فوز المصري الملحمي الكبير على فريق نهض البركان خدنا تعادل مزمي مع بيرامز تكلمنا عن هذه الامور كثيرا ولكن كان فيه موضوع مهم حابب اتكلم عنه هو موضوع مش موضوع لحظي بس ممكن نتكلم عنه في اي وقت عشان كده هتكلم عنه دلوقتي سريعا قبل ما استقبل ضيفي الكريم الاستاذ خالد درندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لقوات القدم في تصريحات مع الاعلامي الكبير كابتن احمد شبير على الراديو قال اشياء مهمة جدا بخصوص كواليس رحيل كارلوس كروش عن منتخب مصر وتعيني كابتن ايهاب جلال حاسبني من كل الكواليس دي وقفت عند نقطة في منتهى الاهمية في منتهى الاهمية قال ان كارلوس كروش كان منزعج جدا ان الاتحاد المصري لقوات القدم مردش عن انباء فسخة تعاقده قال ان هو كان خايف لما رحت الكاميرون ان انا كن جاي عشان اتناقش معاه في تفاصيل التعاقد والشرط الجزائي عشان نفسخ معاه العقد قال تفاصيل لها علاقة بعدم احساس الرجل السابق على رأس الجهاز المنتخب الوطني بالامان ما كانتش حاسس بالامان ما كانتش متطمن كان حاسس الاتحاد المصري مش حمي ودي نقطة ساعتها انا اتكلمت عنها انه الاتحاد لازم يطلع ويرد ويقول الراجل لم يكمل معانا في اي ظروف وفي اي قصة فاكرين وقت لما خسر المنتخب المصري في المبارد اولا امام المنتخب النجيري طلعت تصريحات من اتحاد الكرة المصري من اتحاد الكرة المصري تحديدا من الكابتن عامل حسين وقتها قال انه الراجل الشرط الجزائي في عقده كبير او ضخم فحصل كلام انه حيمشي هيقعد طب هيعرفه يمشوه ولا مش يعرفه يمشوه هتحصل مشكلة ومش تحصل مشكلة ده الراجل هو بيلعب في كاس الامام الافريقية طيب انت ليه بتقولي الكلام ده ما خلاص الراجل مش ولا انت بتنتقد اصلا لا مش منتقد كمان انا بس عايز اقول ان الكابتن ايهاب جلال المدير الفني المنتخب مصري الحالي بمجرد الاعلان عن تعيينه رسميا المدير الفني للمنتخب انتقادات اشعات بعدم تواجده في المنتخب الفترة اللي جاية اشعات ان هو عايز يكمل معبرة من زي عايز يدرب منتخب مصري اشعات 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 هنا دور اتحاد الكورة المصري طول الوقت لازم يدافع ويؤمن المدير الفني للمنتخب ضد اي اشعات لازم يحس المدرب انه محمي من اتحاد الكورة طبيعي انه اي مدرب لأي منتخب في العالم يتعرض دائما لانتقادات لو ما كانتش بيكسب طول الوقت هينتقد يعني لو كسب كتير وخسر المباراة هينتقد قبل ما يشتغل زي كتبت لقى بجلال كده هينتقد ده بقى دور اتحاد الكورة عشان تحمل مدرب بتاعك ما يحسش طول الوقت انه هو مش في امان طول الوقت حس ان انا همشي فعلا طول الوقت حس انه اتحاد الكورة ممكن يتأثر بالضغط الجماهيري فممكن يمشيني لازم اتحاد الكورة طول الوقت يطلع يقول الراجل مكمل معانا لنهاية عقده عنده مشكلة مع الجهاز المعاون مفيش كلام انه عنده مشكلة مع لاعبين اطلع انت انفي هو مش المفروض يتكلم اي مدير فني المنتخب مصر سواء كان كالوس كروشة او اللي قابله او الكابتن قاب جلال ده دور اتحاد الكورة المصري انه دايما يحسس المدرب بتاعه بالامان دي نقطة انبارها واحنا بنختم الحلقة كان الزمالك بيفوز بدوري المحترفين المصري للكورة الطائرة للمرة السبعة وعشرين في تاريخه بعد الفوز على فريق الاتحاد السكندري في المبرانة نهاية من نتيجة 3-0 ده اول بطولة لنادي الزمالك من سبع سنين من سبع سنين في الكورة الطائرة من سبع سنين في الدورة في الكورة الطائرة الزمالك يفوز حبي تهني نادي الزمالك ولعب نادي الزمالك والجهاز الفني لنادي الزمالك على هذا الفوز بهذه البطولة كان بعيد دائما الزمالك عن البطولات الكبيرة في الكورة الطائرة ولكن يعود مرة اخرى الزمالك ليفوز بهذه البطولة فالتهنئة واجبة لكل من هو منتمي لنادي الزمالك لسا مكملين مع حضراتكم حلقتنا هنتكلم كلام كتير في الكورة مع ضيف عزيز دائما هو أحمد نجيب بعد هذا الفاصل خليكم معنا يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى كالعادة ضيف عزيز مميز دوما صديقي العزيز المحل الرياضي أحمد نجيب مشارف يا أحمد بن نور كريم حبيب إزاي؟ حبيب الحمد لله نبدأ من إيه؟ أنا كان عندي مواضيع كتيرة عايزة أبدأ بيها الأهلي والرجاء عايزة أتكلمشه على الكافة نعاب جلال عايزة أتكلمشه على البيرامينز والمصري في الكونفدرية يلا تعال نبدأ بالقاتي النهاردة منخص كل الآمن اللي فات الأهلي كان أول مباراة مباراة قدام الرجاء اتنين واحد صحيح فوز في كل أحوال فوز صحيح ولكن فوز مش مرضي الأهلي ضيع ضرب الجزاء الرجاء كان عنده لعب مطرود الأهلي ضيع فرص عديدة في الشوت الأول فالفوز ما كانش مرضي مش مفرح كده مش مبهج بحسابات الفرصة البديلة الأهلي ضيع فوز كبير الأهلي لعب عشرين دي أهيلة الحقيقة قدام الرجاء رجاء نزل متراجع بثلاث مدافعين مغير طريقة لعبه حاول الرجل يعمل مفاجأة ويحكم قبضته على الأمور الدفاعية فرشيد توصي ففتحت منه تماما الأهلي جاب جول واتنين وضيع كتير جدا نادي الأهلي إجمال المباراة من الأربعة وعشرين محاولة على مرمى الرجاء وده رابع أحسن رقم في تاريخ نادي الأهلي مع موسماني من وقت ما جي نادي الأهلي عدد المحاولات ده قدام فريق كبير زي الرجاء بالزبط من المناسبة الرقام من التانين التلات أرقام التانين كان واحد منهم السالفات في فيتا كلاب في الدوري الأبطال برضو المباراة اتنين اتنين اللي كانت في القاهرة الشهيرة يا خبر بيض والمطش ده كان صعب جدا والمباراة التانين كانوا مباراة محادتين مع سيراميكا والاتحاد إن هو قدر يوصل بالعدد الكبير ده بالمحاولات والفرص كمان خطيرة حياءة الأهلي دفع تمن القرارات السيئة للعبي أمام المرمى هم نتكلم 25 محاولة منهم 21 من جهة 18 وده رقم عظيم يعني الرجاء كان يبدو الرجاء كان بيمثل ويدافع كانش بيدافع فعليا بس انت قلت جملة دلوقتي حلوة أوش عشان الناس كتيرين متقفش عندها وسبب تشرح القرارات السيئة القرارات السيئة دي ممكن تبقى قرارت في بعض أصلا مش تصويب عليمات ممكن يبقى فعرضية كانت في مستوى قليل خدت قرار إن أنا مرر وأنا كالمفروض أسدد خدت قرار إن أعمل كروس وأنا كالمفروض أعمل مروغة كان عندي فرصة دي كلمت أنا أول مبالح كتير القرار أيا كان نوعه القرارات السيئة في التلت الأخير يعني بيرسي تاو هجمة وعيدة جداً نتلقالي وده يعانفراد الانفراد ده على شنشاطه وهو وسطه مش معدول كان يقدر والمدافع بعيد عنه فكان عنده الوقت الكافي والمساحة الكافية أنه يلف وسطه كويس ويحط الكرة برحته وشه معدول ووسطه معدول فتبقى الدقة أو احتمالية تسجيل هدف احتمالية أكبر صح فهي ده المقصود بالقرارات السيئة أنا هنا أنا باجه أتكلم في ناس انتقدت موسيماني على هذه المقرارة أنا لو موسيماني هقولك تب انتعايز مني ايه تانشي أنا وصلت اللعيبة الـ 24 فرصة للمرمى صحيح أنت تتطلبني كمدرب بايه؟ مطش مبارح 70% لعبين 30% مدرب ييجي فين 30% مدرب يعني فيما يمدرب إن أنا أحافظ إن اللاعبين الموجودين في الملعب يبقوا مناسبين للأسلوب اللي أنا بتتبعه يعني أنا قررت أروح للأطراف وعمل عرضيات كتير ما ينفعش ألا عدد المهاجمين صح هي دي النقطة هي دي القصة اللي تقولك أنت طلع محمد شريف وطلع ديانجو ونزل حمدي فتحي وبعدين طلع المدافع محمد عب ميناء مرجع حمدي ونزل أفشة جنب عمر السلية صح هو لعب 4-4-2 صريحة بواحد بس ارتكاز له عمر السلية يعني الاتنين كانوا قدام بعض عشان أفشة يوزع الأطراف وأطراف ترفع كراتها عرضيات بينما هو في الصندوق وبعد شوية وليد وبعد شوية طهر أو طهر ولي ينزل مع بعض فما فيش مهاجم إجمالاً وأنت بتاعمل كرات عرضية فهاجب أنه هو كان يختار بس النوعية المناسبة يعني لما كان وليد سلم أن نزل حسام حسن كانت الأمور اختلفت ممكن كانت الأمور كان وارد تختلف طبعاً فهي دي اللي تلوم فيها في النهاية المدرب دوره أنه يبني منظومة هجومية ويبني منظومة دفعية لكن القرارات جوه المنظومة تخص اللاعبين طبعاً وماليحنا ليه طوالوقت مندور على لعبين بجودة أفضل يا كريم علشان يبقى ياخد قرارات جوه المنظومة اللي الكوتش ببنيها جودتها كويسة وتساعد الفريق صح طيب مبالح قلت في بداية كلامي أنه مباراة الرجاء اللي جاية عسان محمد الخامس وهي مباراة صعبة جداً الكلام أنه هيبقى فيه سبعين ألف المشجع في ضغط الجمعيل وجمعيل الرجاء بتضغط فعلاً صحيح صحيح بتشجع جامد يعني أصد اللي رجاء متوتر بسبب مباراة الزهاب أنه عنده اعتراضات تحكمية فممكن المباراة نفسها تبقى متوترة فقلت هي مش محتاجة أوفر كوتشنج يعني محتاجة طريقة سهلة وواضحة للعبين الوفر كوتشنج دي منقولها حتى على بيب جارديولا ليس انتقال للمسلمين إيه السهل للأهل المفروض يعملوا المباراة اللي جاية عشان يضمن يعدي الدغوطات دي ويحافظ على تجد الفوز اللي كان في مباراة الزهاب أسهل حاجة تعملها أنك تحط الرجاء في حجمه الطبيعة حجمه الفني الطبيعة طبعا إيه الحجم الفني الطبيعة للرجاء أنك تعرف أن الرجاء هو اللي هيطارد الجيم هو اللي هيجري وراء أنه لازم الرجاء يسجل هدف يا لو نزلنا وخرجنا بالصفر صفر الرجاء بر فالرجاء هو اللي عايز يسجل هدف فأنت لازم أسهل حاجة أنك تلعب بطريقة متزنة وتفتحش خطوتك وتغطش على الرجاء عالي فبعندك مسحات كبيرة في ظهرك فالرجاء يقدر عن طريق السرعات سواء الرجل أفريقي أو حميد أحداد يستغلوها ولا أنك تتحفظ وتبالغ في الدفاع فتقتل أي فرصة لك في التحولات لازم أسهل حاجة الأهل يعملوا أنه لعب جيم متزن ما بين الدفاع والهجوم بحيث أنه نستدرج الرجاء وبالتالي ما فيه مسحات في ظهرهم وكلهم مدفع الرجاء كلهم عندهم بطء في التحولات وبطء في الترنات نتيجة أنهم قوامهم الجثماني كبير كلهم طوال وعراض ما شاء الله فعندهم مشكلة في الترنات فيبعندهم مشكلة كبيرة فإن الأهل يقدر يبغيتهم بالتحولات دي أسل حاجة الأهل يعملها كلما هدف الرجاء الأول اتأخر كلما الجمهور بقى ضغطة على عيبة الرجاء أكتر منه العيبة النادي الأهلي وكلما الرجاء اتحطوا في مواقف فنية يبدون فيها عاجزين الجمهور هيزوم عليهم فاللعيبة هتبدأ تفقد صبرها هم أردين يازلين بدغوط زودت ضغوط على الرجاء صحيح طيب مباراة الزهاب ومباراة العودة في الناحيتين يعني تمام إن شاء الله ما عرفش علي معلول هيلعب لمباراة العودة لسه موقف الإصابة غير واضح علي معلول كان مؤسر جد مؤسر جدا مغيابه في المباراة الأولى جد بتكلم في النواحي الجمهور وده بل إنك خطرت البديل الأسوأ مش البديل الأفضل أيمن أشرف مش البديل في مباراة على ملعبك أنت محتاج فيها ترسل أكبر كم العرضيات الأسوأ بالمعنى ده الأسوأ فنيا الغير مناسب لا لا مش أيمن طبعا الغير مناسب يعني الأسوأ والأفضل هنا هل هو مناسب للمباراة يعني أيمن هو مناسب جدا في المباراة اللي جاي على فكر صح مش كريم فؤاد لكن إنبارح يوم المباراة الأولى مباراة الزهاب أول إنبارح كان دايما كريم فؤاد هو اللازم يكون موجود في ناحية الشمان تأثير هجومي كان ممكن تأثير هجومي طبعا عشان أيمن أشرف كان تأثيره وفيه مراقبة كده مش عايزة اقول حاجة تانية بس هي مراقبة من الناس للكابتن اعاب جلال انت هتنجح مع بيرامدز وصعادهم للدور القادم هتعدي مازينبي ولا مش هتعدي عشان نقول للراجل ده ناجح ولا مش ناجح وكأن المباراة دي اللي هتحكم على مصير الكابتن اعاب جلال كله مش عارف الربط اصلا ليه الربط اصلا خاطئ تماما المباراة كيتعاملة ازاي عشان بس اللي اقول نفهم الناس انت عادلوا السربي ده حصل ازاي شوط اول هاي اللي بيرامدز سيطر فيه على المباراة اماما مازينبي طول الوقت بلعب تحت الكورة في تلت ملعبه مش في نص ملعبه في تلت ملعبه بيرامدز كابتن هاي بيعتمد على الراجل لكاي انه هو مهاجم بيخرج برا الصندوق بيفضل المساحات لعبدالله السعيد وابراهيم عادل اللي كان دايما موجود في مركز المهاجم مع تكمل بقرق التمانيتين وليد الكارتي وبلاتاتوري هم اللي كانوا بيعملوا دور الصناقة مع عبدالله والتركيز كله على إبراهيم ثم التحول المفاجئ للاكاي من خارج التمنتاشر للسندوق في المناطق الخالية من المدفعين بيرامدز اهدر فرص كتير جدا عمر جابر الزهير الايمن انفراد من السيكس يارده والجول نام على الارضة حطها في جسمه إبراهيم عادل بعد تلت اربع مراوغات وانفرده في الست يارده حطها في الايم غير عديد من الكارات قرارات سيئة تزيد من جوة التمنتاشر خارج البرواس تماما فبرده كان فيه شوية تقارات لكن هجوميا كان عندك منظومة جاية قوي للأسف مع التبديلات مستوى الفريق خفط في الشوت تاني ومازمبي فرد خطوطه قرر يضغط أعلى علشان يمنع بيرامدز ان يوصل عنده ويشكل خطورة دي الراجل كوتش بيرامدز كوتش مازمبي اتعامل في الشوت تاني بشكل أفضل فقدر انه يقدم أداء دفاعي منضبط أكتر ويقلل خطور بيرامدز عليك شوت قالك البرامدز التاني كان لمازمبي وبالتالي التعادل السلبي كان بحسابات الأداء نتيجة عادلة بحسابات الفرص بيرامدز كان يستحق المكسب وإن كان خروجه بشباك نظيفة دايما في النوك أوت يخلي كل الحسابات مفتوحة في برات العودة وبرامدز قادر على التسجيل فرد قادر في وجود لعبين زي إبراهيم عادل زي إسلام عيسى لو رمضان احتمال يعود لأن في كلام كبير يعود لكاي نفسه فخر لكاي الفرود الجنوب أفريقي لو فخر دين من يوسف يبقى متاح كل دول لعبين كبار وخبرات وسرعات فهيبقى عندهم الحياء والكارتي في التحولات والتمرير هيبقى عبرهم إذا عنده فرصة كويسة في التسجيل لأن مازمبي مش مازمبي بتاع الخمسة السنين اللي فاتوا نسخة ما هياش أفضل حاجة في مفارق مازمبي يعني ده يخدني لكابتن إعاب جلال نفسه المدير الفني المنتخب مصر أول سؤال بيتسقل دايما كابتن إعاب جلال من المدربين اللي بتحفظ ليه طريقة لعب خاصة جدا مش من المدربين اللي هو هاد أي لعب وخشي لعب 4-2-3-1 أو 4-3-3-2 مش هليلعب الكرة السهلة مش الكرة السهلة له طريقته الخاصة مش طريقته الخاصة عالمياً يعني بس طريقته الخاصة في الكرة المصري مش كل اللاعبين بلعبه زي 뿌� Mercury كابتن إعاب جلال طيب مع منتخب مصر واللوقتي مش مع فريق مع منتخب مصر مش بعنده هزي الفترة من التحفيز من انك تخلي اللعيبة زي بلغة الكرة كده يشربوا طريقتك يعني هنعمل ايه؟ ودي بصراحة أكلمك بصراحة شديدة أشد المؤجبين بقرار تعيين الكابتن إيهاب جلال لو على المستوى المصري أنا قلت رأي بك أنا كنت بفضل المدارب أجنب ده رأيي بس لو من الكلام عام داري المصري في الكابتن إيهاب جلال أنا في رأيي أعيد هذا القرار بس علقين برده من الكوزئية دا يت صحيح طميني طميني قولي نعمل ايه؟ هو الراجل عنده حبيب بديها طبعا هو بالتأكيد عارف الكلام ده هو عارف ان الكرة بتحتاج وقت عشان اللاعبين يهدموها ويحفظوها ويشربوها كده ودايما هو عنده جزء كبير بيبقى نظري بيقعد مع اللاعبين بشكل نظري يحفظوهم الكامل ده طبعا مع معسكرات المنتخب دي فترتها الزمنية مش كبيرة خالص هنعمل ايه؟ هنجي نضعف محاضرات نظرية ونسيب التطبيق في الملعب مش هيحصل هو الراجل اول قرار اتخذه يعني او تم مناقشته انه هو يوسع قاعدة اختيار المنتخب يعني هو في خمسين ستين لعب في مصر العشرين اللي هينضموا في الاخر هيبقوا من جواهم مش هتلعوا براهم عشرين خمسة وعشرين ثلاثين حتى في المعسكرات اما تصفيهم هيبقوا من جواه الخمسين ستين لعب دول كل مركز هناخد من خمس لست لعبين حيث ان احنا يبقى عندنا الاول والثاني والثالث لغاية الرابع او الخامس وبعدين اللعبين دول خلال مبراد الدورة يتم متبعدتهم بشكل دقيق هيتم التواصل معهم بشكل مستمر من الجهاز الفني المنتخب ومحلي الأداء توجيههم بما لا يتعارض مع أجهزتهم الفنية طبعا كما الاحترام لأجهزتهم الفنية بالتعاون بالتعاون بالزبط كده وجهة نظره وجهة نظره فأداءهم بما لا يتعارض مع أنديتهم ثم ممكن يكون في محاضرات نظرية او محاضرات فيديو اللاعبين دول خارج تدريبهم مع فرقهم يعني مثلا على سبيل المسائل النادي الاهلي بتمرنوا الصبح ففي تمانية تسعة في القوام الاساسي في قوام منتخب مصر قوام الخمسين اللاعب من النادي الاهلي فكابتن اهاب يقدر ان هو يجتمع معاهم في مركز المنتخبات اللي موجود في مشروع الهدف او في اتحاد الكورة او ايا كان يقدر يقولهم بعض الافكار النظرية وينقشهم في بعض الافكار اللي بيحاولي طبعها في المتاحة اللي بتفاهمني معلومة او بتقولي بتضح لي حاجة ده دي طريق تفكيري كابتن العاب جايب فتل جايب مش هيخدهم يدربوا عشان ناس بردوا ما تدخل مش هولك ايه خالص احنا لعبة النادي الاهلي ولعبة النادي الزمانك يدربوا الصبح ياخدهم من كابتن العاب لا يدربهم بالله لا لا هوا ممكن يقضوا معهم قاعدة بالله كده هيزمهم على عشرين هيزمهم على عشرين هتكلم معهم في افكار النظرين عشان النظرين دي نقطة مهمة جدا كمان الناس بتفتكر في النهاية اللي بتطبق في ملعب لازم يكون اللاعبين فاهمينه نظريا انا مش هنزل النظرية والتطبيق عمرك ما بيعمل كل حاجة بنفسه وحط بقى تحت بيعمل كل حاجة بنفسه دي الف خط صحيح إنه في مدربين او مدرّبين فنيين مدربين المساعدين للكابتن ايهاب جلال هيبقى ليهم دور وهيساعدوه بس هوم نفسه بيحط الوحدات التدريبية هوم نفسه بيعمل التدريبات هوم نفسه بيفكر هوم نفسه بيحط الامور كلها فدي هتبقى ميزة عظمة صحيح صحيح دي من حاجات مهمة جدا طيب طريقة لعب بقى الكابتن إيهاب جلال نفسها هو راجل من المدربين اللي بيبنوا اللعب بشكل كويس على الأرض له يعني لو حطنا المدربين نوعية هجومية ونوعية دفاعية فهو ممكن يتحط للنوعية الهجومية انا مش مع فكرة انه الفصل احنا مش مع ده ولكن أغلى باستحوازه على الكرة في نص ملعب المنافسة فعلشان كده احنا بنصنفه انه في نص ملعب الهجومي فبالتالي يبقى مدرب أفكاره أقرب للهجوم بالزبط كده ده لي تمن التمن ايه؟ انك انت وقت بتفاجأ عن المنتخب ممكن تفرح انك بتكسب نتائج كبيرة جدا في مباريات كبيرة جدا وتقول احنا المنتخب اختلف تماما عن مثلا كوبر أو كلس كروش بس تمنه ان انت ممكن برضو في مباريات أخرى يخش فيك ثلاث واربع أهداف هل نتحمل بقى هذه الأمور كمنتخب مصر المهم بالنسبالي ان انا شوف كرة منضبطة يعني ايه كرة منضبطة؟ عشان انا حلوة وحشة ده كلمة مططة ايه الكرة المنضبطة؟ الكرة اللي قيمة على أساسيات ومبادئ يعني ما تقولش انا هستحوذ ولاقيك بس الكرة بي اتنين لعيب وعملت بصيها صح معنىك تستحوذ ان لعيبتك يقفوا في الملعب بشكل ما يبقى فيه دايماً طول الوقت فيه زواية تمرير فيه لعبين بيتحركوا بدون كرة علشان ندول زميلهم حلول للتمرير فتفضل الكرة في رجلينا وبنتحرك طول الوقت وفي نفس الوقت فيه لعبين تانين بيتوجدوا في مساحاتهم بفك دفع المنافس عشان اقدر امرر لمجموعة الهجوم واخلق فرص للتهديف هو ده الاستحواذ لما تمسك اتنين سنتر باكين بيبصل بعض فتطلع انت استحوذك 60% أو 55% بتقول انا استحوذت لا ده مستحواذ سلبي ما بيقدمش اي اضافة في الكرة الحقيقة صح طب ده ليه مخاطر وليه اختها اه ليه مخاطر انه بتطلب اكبر عدد ممكن من لعبين يكونوا قريبين وفي خطوط قريبة من بعض ويقدروا يشكلوا يونت زي ما بيقولوا كده او واحدة واحدة اللي نقدر نمرر فيها فلما منطلع كلنا بالكرة فوق او في نصف لعب منافس ازا يتطلب ان السنتر باكات وخط الدفاع وكلهم يكونوا قريبين فبالتالي المساحات في ظهرنا او ما بيننا وبين حرس المرمى بتقعها جبيرة فبقى فيه فرصة جبيرة للتحولات للمنافسين كابتل الهبأ ازا يتغلب على ده وازا يحفظ ده وازا يخلي لعبته يعرفه الوقت ما يخسروا الكرة ازا يضغطوا في مكانهم او مجرد ما يضغطوا فيمنوع الفريق التاني انه يوصل بأقل عدد ممكن من اللمسات او في أقل وقت ممكن لمرمى هي دي بقى النقطة صح الكرة دي لها تمن وعشان كده كان مدربين سابقين ما بقدرواش يلعبوها انه ما شايفين ان امكانية الافراد في خط الخلفي او خط تدفاع منتخب مصر ما تستحملش ان انا استحوز واجتلعب عليها تحولات مش هقدراجري وورا الافرق وورا المهاجمين الافرق عشان كده كنت من كم يوم بدي مثلا بليفربول اربعة تا ثلاثة وبيضغط على المنافس ضغط عالي بس هوا برضو عنده بانضايك وورا يعني فاهم كده كده حتى لو انت بده ضغط الكرة ممكن تخرج منك مش شرط تستخلص طويل وقت مهم لما هتخرج منك تعرف تلحقها الدلي هتعطل المنافس ازاي منوصل لمرمك لحد ما انت تحولك الدفاع ده يتحول لتنظيم دفاعي لحد ما لعبتك يرجعوا ويستردوا اماكنهم وتتحول لتنظيم دفاعي شالنج كبير وتحدي كبير قدام كابتن ايهاب كلنا ثقة فيه واندعموا ويعني ان شاء الله خير ان شاء الله نجيب شرفت ونوارتك خبيبي خبيبي دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا واشوفكم يا رب على الفقر